وحذر رئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تبعات تورط الولايات المتحدة في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا قائلا إن ذلك من شأنه أن يؤدي للحرب العالمية الثالثة وأضاف أن روسيا لم تكن لتجرؤة على ضم شبل واحد من الأرض لو كنت في البيت الأبيض وألمح ترامب لضرورة تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن باستخدام الأسلحة النووية لتتمكن الولايات المتحدة من التحدث مع روسيا وبدأ الرئيس الأمريكي السابق حديثه أمام حجد من أنصاره في فلورنسا بولاية الساوث كارولينا بالحديث عن الأزمة الأوكرانية الحالية منتقدا إدارة الرئيس الحالي جو بايدن التي جعلت الولايات المتحدة لا تخشى ولا تحترم على حد وصفه لا يمكن أن نقوم بالحديث عنه ونحن لدينا نقوم بالحديث عنه لدينا نقوم بالحديث عنه ترجمة نانسي قنقر